بعث وزير الداخلية محمود تؤفيق برقية تهنئة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال مؤكدا أن تلك المناسبة تجسد تقدير الدولة لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية تواصل الأداء ليلة نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية في شتى المناحي والمجالات كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران مؤكدا قيمة العمل والإخلاص في الأداء كراكيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء